فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء وكيف يبسمل إذا كان داخل الحمام تسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفاً لكن كثرت رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضاً وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء إن تركها متعمداً لم يصح وضوءه وإن تركها ناسياً أو جاهلاً صح وضوءه والجمهور على أنها سنة جمهور أهل العلم على أن التسمية بالوضوء سنة وليست واجبة وأن معنى النفي لا وضوءه يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل هذا يؤولون الحديث بهذا والتسمية بالحمام الذي ليس فيه نجاسة وليس فيه إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ثم يرسل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر هذا لا يأخذ حكمة الكنف والحشوش لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صارت تنظف ويذهب البول والغائق يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر فالأمر في هذا أخذ فيسمي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه نعم